حازم امام بريق براءة الزئب من دم ابن يعكوب حازم امام بتظهر براءته قدام الملايين وبيطلع ملوش علاقة بطرد امام عشور وحسين الشحات حازم امام اللي دايما كان متهم انه المنتخب ده منتخب حزومة وانه بيجامل نادي الزمالك وكان دايما في صف نادي الزمالك وبيحارب بالنادي الآلي النهاردة بتظهر براءة حازم امام من كل التوب التي انسبت اليه وبيبو بيدعم فيتوريا في قراره بيبو مش عاجبه الحال المايل ومش عاجبه تصرفات لعيب النادي الآلي وبينزل بيان رسمي بيدعم فيه المنتخب وان قرارات فيتوريا حق اصيل له والكابتن محمود الخطيب بيأمن محمد عبد المنعم بي عقد تاريخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقاء واخوتهم تابعين ومشاهدين افراد اسرة ملعب افندين في كل مكان اهلا وسهلا بكم وهو حشتوني وكالعادة لا يحلى الكلام الا بذكر خير الانام رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وسيد وبارك على سيد الخلق اجمعين رسولنا وحبيبنا وشفعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مستني ايه يا ابو الصحاب عشان تدعم اخوك باللايك كمين واحدة زر بيو النوع على اللايك واللي لسه مشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصل الكل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندين نخش في موضوعنا بقى طب يلا بينا بص يا سينا حزم امام كان دايما جمهور النادي الاهلي والسوشال ميديا الاهلوية وحتى قناة النادي الاهلي الرسمية كانت بتنتقط حزم امام وبتوجه له اتهامات لازعة حزم امام بيدعم ناد الزمالي حزم امام بيستغل المنتخب من اجل مصلحة ناد الزمالي حزم امام بيخلص طاره من النادي الاهلي بالمنتخب حزم امام هو السبب واللي كانت جبنا حزم امام هو السبب واللي طرد امام عشور وحسين الشحات من المنتخب عشان يبقى فيه ضجة اعلامية ويداره على موضوع احمد ابو الفتوة عشان يثبت العكس يعني ايه يثبت العكس؟ يعني تظهر براءة حزم امام ويطلع حزم بامام بريء براءة الزيب من دم ابن يعكوب لما يبقى حازم امام ما كانش موجود اصلا ساعة المشهب بتاع امام عشور وحسين الشحات يبقى حازم امام بريء لما يبقى الجهاز اللي متركب على كل لعيبة المنتخب متوصل على لابتوب بتاع فيتوريا نفسه يبقى حازم امام بريء لما يقوله ده ايمان عبدالعزيز اللي بلغ فيتوريا ويطلع الكلام كدبي يبقى ايمان عبدالعزيز وحازم امامه والاخر بريء لما يبقى في الوقت اللي حصل فيه الازمة كان حازم امام بيعمل لقاء تلفزيوني يبقى حازم امام بريء لما فيتوريا يصرح ويقول انا بلغت حازم امام بالقرارات يبقى حازم امام بريء وهنا السؤال هو ايه الهدف من دائم من اتهام حازم امام هو ليه دايما بنحاول ندمر ولدنا حازم امام كان لعيب عظيم ولعيب كبير وواحد من ذو الاخلاق الحميدة حازم امام الكل بيحترموا اهلوية وزملكوية من ايام ما كان بيلعب كورة محدش يقدر في يوم من الايام يقول ان حازم امام اخطأ في النادي القالي يبقى ليه محاربة حازم امام عشان اتنين لعيبة مستهترين اتنين لعيبة مش ملتزمين لدرجة ان الكابتن بيبو بيبو بنفسه بينزل بيان مدير الكورة بالنادي القالي بينزل بيان بيدعم فيه فيتوريا بعد ما عمل تحقيق طبعا وبعد ما اتصل بالمدير الاداري للمنتخب وبعد ما اتصل بحازم امام وبعد ما قاعد مع الاثنين لعيبة وبعد ما اتكلم محمد الشناوي كابتن النادي القالي عشان يعرف اللي حصل وعارف ان الاثنين لعيبة بتوعهم اخطأهم نزل بيان ان من حق المنتخب انه يختار اي لعيب او يمشيه ده حق اصيل للمنتخب ومن حق المدير الفني انه يشارك او يبعد اي لعيبة عن المشاركة ده حق اصيل للمدير الفني وهنا لغة الحوار نفسه تدل على ان الاثنين لعيبة اخطأهم يعني الشحات وامام عشور اخطأهم ما هو لو كان فيتوريا بتجنى عليهم او حتى حازم امام جاي عليهم كنت هتلاقي اللهجة غير دي خالص ان النادي القالي بيدعم لعبته وان النادي القالي لم ولن يسمح باي تجاوز لجاه لعبته انما يكون ان البيان يبقى الصف في فيتوريا هنا تعرف على طول ان الاثنين لعيبة دول اخطأهم واكبر دليل على ان الاثنين لعيبة دول اخطأهم وارتكبوا جرم حقيقي في حق المنتخب وفي حق الشعب المصري ان الكابتن محمد الشناوي المحترم قعد مع الاثنين لعيبة قبل ما يمشوا ويغادروا من المعسكر وقال لهم خشوا اعتذروا للراجل خشوا اعتذروا الفيتوريا لان انتو اخطأتم وخطاكم لا يمس بمبادئ النادي القالي بصلة خشوا اعتذروا وعشان الامور تهدى لما تعتذر دلوقتي الامور هتهدى ردوا عليه وقالي له يا كابتن احنا هنبقى نعتذر بس يومين ثلاثة اسبوع عشر تيام ما يجراش حاجة يعني هو الا هيجرى يعني يا كابتن شنه يعني ما هتعد الأمور معنى كده ان الاتنين لعيبة عارفين انهم اخطأهم وان الاتنين لعيبة كان واجب عليهم اللي هتظهر من وجه التنظر كابتنهم معنى كده ان حازم امام بريق براقة الزئب من دم ابن يعقوب وان الكابتن محمود الخطيب اللي كلف بيبه انه يعمل تقرير ويقدمه له عن اللي حصل بالزبط يعني بعد البيان الكابتن محمود الخطيب لسه عايز تقرير اه الكابتن محمود الخطيب شايف ان الامر ما ينفعش يمر مرور الكرام وان لازم اللعيبة دي تتحاسب او على الاقل تتوبخ من ادارة النادي الاهلي عشان يعرفوا ان الاهل التزام وان الاهلي صاحب بطولات ما ينفعش يكون فيه تسايب وان النتائج الاخيرة للنادي الاهلي كان سببها التسايب داخل قضة اللبس النادي الاهلي عشان كده الكابتن محمود الخطيب قرر انه يتدخل بنفسه ويعرفوا ايه اللي بيحصل من اللعيبة دي ولازم يوصل رسالة لامام عشور انه مش النادي الاهلي انك مجرد لعيب جوه النادي الاهلي انك مش انت اللي هتتقارن بنجوم ورموز النادي الاهلي وهتبدأ تفرد نفسك وتفرح في صدرك نجوم النادي الاهلي لعبم وتعبم وقدم داخل الملعب وحصد البطولات انت لسه لعيب النادي الاهلي شريك ما ينفعش تتعامل بالاسلوب ده وتسيء للنادي الاهلي كل الشكر والتحية والتقدير للكابتن محمود الخطيب اما بالنسبة بقى لمحمد عبد المنعم صخرة الدفاع وافضل مدافع في افريقيا محمد عبد المنعم اللي بيقدر تبنى عليه خطة محمد عبد المنعم اللي بيقدر يطلع بالكورة من تحت بأحلى وأجمل صورة محمد عبد المنعم صمام الامان للنادي الاهلي وللمنتخب المصري فقد قرر الكابتن محمود الخطيب الآتي تأمين محمد عبد المنعم يعني ايه تأمين يا عم أفندين يعني محمد عبد المنعم كان جاي له عروض كتيرة يا سيدي من الخليج ومن أوروبا العروض اللي في أوروبا شايفينها مش جدية قوي إنما اللي في الخليج تقلق والنادي الاهلي كان خايف على محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم كان بياخد 4 مليون جنيه في النادي الاهلي وعشان كده لجنة التخطيط بقيادة الكابتن محمود الخطيب قررت إن تدي لمحمد عبد المنعم 14 مليون جنيه في الموسم 14 مليون آه إنت لعيف أقوله وبتلعب منتخب يبقى تتساوى بمحمد الشناوي وبإمام عشور وبحسين الشحال على الأقل أنت ملتزم إنما الاتنين التانيين مش ملتزمين وهيدوله كمان عقد إعلانات سنوي بقيمة 5 مليون جنيه يعني 19 مليون جنيه هوت يا سيد الفاضل نغنخ كده ونعش نفسك ونتعش خزنتك يا محمد يا عبد المنعم ده غير إن بيتشال من على محمد عبد المنعم نسبة المشاركة يعني محمد عبد المنعم لعب ملعبش ياخد الفلوس دي وبالفعل يستحق محمد عبد المنعم إن النادي الأهل يقدره لإنه هو فعلا أفضل مدافع في أفريقيا قرار محترم من إدارة محترمة بتبحث دائما على مصلحة النادي الأهل والحد هنا بينتهي حلقتنا ويا رب تكون الحلقانا لتعجبكم ويا رب نكون دائما عنده حص نظام سيداتكم واللي لسه مدعمش أخوك باللايك مستني إيه عشان تدعم أخوك باللايك الجميل واللي لسه مشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد وصرت ملعب أفندين